بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ومن استنى بسنته واقتفى أثاره واهتدى بهدى نصر الله عز وجل لنتقبل مننا ومنكم هذا المجلس وأن يثيبنا وإياكم على ما يمكن أن نتجشمه في هذه الليلة لمن عناء الصبر على المكوث لمدارسة ما يمكن مدارسته والدردشة حول هذا الموضوع الذي لم يخفى على أحد منا واحتى نضع شبابنا أو ابناءنا وبناتنا في السياق فهذه المحاضرة كان من المفروض أن تلقى الخميس الماضي وكان الترتيب لها منذ ربما شهر أو شهر ونصف تقريبا فلذلك الموضوع الذي تم اختياره فقد تم اختياره سلفا ليس لأننا لسنا منخارطين في واقعنا ولا أننا لسنا على بينة مما يقع للأمة في هذه الأوقات لكن كما لا يخفى على الشريف علمكم هناك أمور متعلقة بترتيبات إدارية حتى يتم الموافقة على المحاضرة وإلقائها لا بد من الإعلام قبله لا من حيث الأمور المتعلقة بالمتدخل والقارئ ولا من حيث التوقيت ولا من حيث الموضوع حتى لا يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى لا يوسوس شيطان أحدكم له فيقول له الأمة في واد وأنتم تحدثوننا عن مسألة أخرى فلنطفئ نار وسوسة الشيطان ابتداء بتقاسم هذه المعلومة ثم المسألة الثانية هو حديثنا إن شاء الله تعالى عن القضية وقضية التضامن وكذا والتأزر فإنها لا يمكن أن تخلو من تعريج على ما يقع للأمة وإلا سيكون عندنا نوع تناقض في الخطاب الذي نصدره للناس من حيث الأمة الواحدة والجسد الواحد والتعاضد والتعاطف والترحم وما بين الواقع الذي نحن نتحدث فيه ثم مسألة ثالثة في هذه المقدمة وهو أن الحديث عن نازلة كبيرة من حجم الزلزال الذي تعرض له المغرب الحديث عنه من داخل دائرة يعني من داخل خضم الواقعة في أثناء وقوعها غالبا ما تكون مجموعة من المعطيات تكون مجموعة من المعطيات غائبة وقد يتسرب شيء من تدفق العاطفة فلعله يعمي عن الشخص ملاحظة بعض الأمور التي كانت إيجابية أو ملاحظة بعض الأمور التي كانت سلبية والعاطفة كانت تظهرها بشكل إيجابي ذلك مجلسنا إن شاء الله وتعالى يكون عبارة عن درداشة يسيرة وليست محاضرة بالشكل المنظم الذي عاهدتموه يكون الكلام حول هذه القضية لأن فيها مجموعة من الأبواب نفتح بعضها نناقشه ونغلقه ثم نمضي إلى حدود الساعة أراها لا زال الناس يعيشون خارج ما تبقى من بيوتهم إلى حدود الساعة لماذا قلت هذه المسالة لأن في بداية الأمر الكل أسهم وتعاطف من لم يعطي من الكثير أعطى من القليل ومن لم يستطع التبرع بوقته تبرع بماله تبرع بلباسه منهم من أعطى جهده منهم من تطوع مشيا لكن هذا الفوران الذي رأيناه هو إلى حد المعين هو فوران صحي وسبق لنا حديث عن مثل هذا فيما يتعلق بالمرحلة دي الحجر الصحي من جراء الوباء دي الكوفيد 19 وكذا وعيشنا نفس المسألة لكن قلنا ربما لعل في الفترة دي الحجر الصحي ربما أغلب طالب هنا كان في كان في بيئتي المهم المهم سهل عليكم سيد ربدي تجزو بخير وعلى خير الله يتقبل فاغلب طلبهنا كانوا في مدنهم منسبة سوى اللي في الضربية أو غيرها كل واحد كان في المدينة دياله تيدرس فيها وربما بعضهم هو اللي كان مثلا في 2020 بعضهم هو اللي ربما كان احتمل اللي كانوا في الأقسام التحضيرية ربما كان ذيك القاديدي اللي يرجع ما عندك في انتبقاء ونقرأوا ما سمي بزورا وبهتانا بالدراسة عن بعد أنا زورا وبهتانا ناري كل قدرنا نضروع إلى القادي أنا أذكر كان عندي واحد البث مباشر قلت فيه بالحرف إياكم أن تنسوا ما نحن الآن بصدده نحن الآن نكتب التاريخ دونوا وسجلوا لأن الأحداث سوف ينسي بعضها بعضا ونحن محتاجون لأن لا ننسى ما نحن فيه وكانت عنده علاقة وطيدة بدك الفوران اللي طراف القادية ديالزلزال من تدخل بغير لاش نعطو نعطوه عليه حكم قيمة نقلب على شيء وصف يكون أقرب للموضوعية ما غنقول من تدخل يعني غطى مواقع التواصل الاجتماعي من المؤثرين والمؤثرات واليوتوبيين واليوتوبيات والإنستغراميين والإنستغراميات الأحياء منهم ما عاجت عمس تجعل ما ركيني الحية فالي وقعه أنه الناس قال لهم ودي سيروا قلسوا قرأوا كل واحد قلس في دارو إلى آخره لكن شهدنا وحد الحركة للتضامن داخل هذا المجتمع هذا نعود رجعون ونقولها وحقيقة لم تكن مبالغة ولا تعصبا إنما كانت حركة للتضامن ضرب بها المثل عاش فيها فعلا المغاربة واحد الإحساس كأنهم يعني وصلوا عليهم واحد دقيتها كأنهم قد فقدوه وهو الإحساس بالانتماء والإحساس بالأخوة الإيمانية أنا شونا يخلي واحد الشخص أنه غد يحيد من المؤونة ديال الطعام دياله وهو لا يدري فهذه المدخرات اللي هو مدخرها هو لا يدري متى سيفكو حصار ديالذي الحجر الصحي وهل سيبقى تبقى عند الدولة القدرة على تزويد السوق يعني بالمواد الغذائية التي تكفي الناس صحيح الخطاب الرسمي ديالرئيس الحكومة دياله سعى سعى الدين العتماني قلناه الدطماء النورة كالحمد لله المواد الغذائية كافية ورما مطرح مشكي اللف بطالة فهدي لكن الإنسان خلق هلوعة وكأخلق ناس دربي وعلمنا أن نتعلم هذه الأمور إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فكان عندنا هذه القضية ديال أن ابن آدم شحيح خيف ومع ذلك إنسان هز من ذك شوية لمدخرة دياله وكيمشي عندك يقول لك هكا ودي لك تواضي تمشي وتعاونوا شي ناس لكن شيء نعم أبينا كان نقول مع ناصة نعم بالنراب هذا النوع ديال تبرع النوع ديال العطاء وكذا كان ميسر كان سهل لماذا؟ لأنه كان داخل المدينة الواحدة لماذا نشوفوا مثلا الناس ديال الضربدة هزي القفاف وغانين بيهم مثلا الناس ديال من راكش الناس ديال من راكش خدامين مع مراكش ونزيل الضربدة مع الضربدة الناس مثلا البوادي كانوا فيقلين من عزقاء وشكينش حجر الصحي وليما كيش حجر الصحي كانوا مهنين ريوسف خارجين داخلين في أمن الله وحفظ احنا اللي كان شدنا القزقازة عندكم ما تسلمش على ما قالت ما تحاولوش تنسوا هادش كتسمع الحرب العالمية التانية كتدتخيل شي واحد شي باني ولي باقي شي طمال الحرب العالمية التانية يخصى نشوفو نتبركو به اما هادش راكش يبدأ يتقرر من بعد وما راكش يبدأ يقولون الناس الحجر الصحي العالمي ديال الفين وعشرين غاد تقول لك القادية ديال عزق تشدك ديال نغزيل اه راك نحن وهذا القادية اران تلك انت عايش هادش فايك وايك نساه وايك نساه ورغايت ترتب عليه امور جاية من بعد المهم وانا نش ندخله في تفاصيل اكثر من النقياس خلينا غير فالشوية اللي احنا فيه فالناس شافت هذك الحركة ديال التضامن لكن بغينا ولكرهنا عجبنا الحال ونش لكنه كانت حركة تضامنية داخلية داخل المدن ومش كل شي كانت ينض كيمشي كانت تتحرك جمعيات وكانوا بعض الافراد المتطوعين اللي ومن كثرة ما يدوز من الباراجات ديال البوليس ولا الناس ديال البوليس او الجدار ميلا كانوا يخرجوا شي شوية البريفيري ديال المدينة كانوا الدار الملكي ولو عارفين هم فملك يكونوا دايزين تسلم عليه بخير كيف يراق بالشي مساعدت كيف يصاب في دوز ما كان شي إشكال والناس ديال الام الله يزون بخير تعاملوا بواحد المرونة مهمة جدا فذي كنا محتاجين لكن راه دازوا لنا أوقات اللي كنا نسمعو راه واحد لمين طاقة مثلا هنا واحد يلدر عار جل فيضان ودى مثلا كل شي مش حلم واحد فينا كان يتحرك لمثل هذا وكننا كان نسمعو مثلا ممشوش بعيد لا لا بعيد بعيد تقول ممشوش بعيد بيرجع معكم زلزل للحسيم 2004 وانتفكر 19 عام وانتفكر بلي سمحوا لي واخر ممشوش يش بي بعيد وإحنا نقص عليكم ما شهدناه زلزل للحسيم في 2004 أرى وقعت قريبا مثل هذا الذي وقع في الحوز لكن نضرب وسط المدينة وكان في ضحايا كثيرة لكن هذه الحركة التضامنية بهذه الطريقة التي عشناها في زلزل منطقة الحوز وشيشا ورزازات وتاروداند ما كانت نفس الحركة فنطرح على أنفسنا سؤالا واش ما كناش في ذيك اللي وقيت عندنا الأخوة الإيمانية يالله ولينا مسلمين عدبش عرفنا شين الأخوة الإيمانية دابا ما يمكنش حيث كي قلنا ما خلص عتني العاطفات غير من أكثر من لقياس خلص نشوف في المواسائل اللي هي مضوعية اللي خلات أننا تحركنا واحد الحركة اللي كان عندها وقع إيجابي وكل نفرحانين ونهلل ونطبل ونزمر أن التضامن في المغرب ضرب به المثال في الأوساط الدولية والعالمية وعطينا دروس هذا شي كل صحيح هذا شي كل صحيح لكن خلص من نسوش أن نرى كين هناك لله عز وجل سننا في كونه أن من يكدر واحد القضية تيكون عنده واحد التابعات شو الفرق مثلا ما بين 2004 و2023 الفرق بين 2004 و2023 الفرق الجوهري والمحوري مكان شي حاجة مثال ريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي مكان سمارت فون ومكان الهاتف بغادي وكتصور به فضلا على أن يكون عندك البت المباشر من خلال الهاتف ديالك كنا كنشوف صور اللي كتجينا من القنوات الرسمية ومن اللي يبانو واحد شو يديل الصور في القنوات الرسمية وتبين نوعية الحالة المهترئة للبنية التحتية والنوعية المساعدات إلى غير ذلك شبانين العاقلين لك الرجل كان طيح ضلا وهو كيحاول يعتق كيقطع واحد المنطب واحد لموس ديال الخضراء قلتوا عليه واحد لموس ديال أقلتوا عليه أنتم لكن هاد الصور كنين في ترجعوا لهم تلقاهم ومن لي بانوا هادوك الصور اللي كانوا شي شوية كأنها تقداح في ما كان يجب أن تكون عليه مثلا أن يكون عليه قوة من الدولة لإقام لإنقاذ هؤلاء الناس تم التعتيم الإعلامي كما جرت العادة من كان بوش نبين شي حاجة وبقي نسمع الأخبار على الشكل أرقام دار كذا داز كذا شوية كان دوز المهرجان الدولي لصباغة الزيت بأصابع الأرجول كان دوز العيبات شي حاجة لا صقاف شي حاجة وينسي بعض الأخبار ينسي بعضها بعضا سفي الأمور تمشي وحيل دائما على الابسيكولوجي دلافول دي الواحد الأقرار سيفهم كيف نتعامل مع الجماعات البشرية اللي بغينا نحطوا واحد النقطة بغينا تثار أو واحد النقطة بغينا تنسى فللي كإن ما كنا عندنا شي حاجة سمتها مواقع التواصل الاجتماعي لعبها دور كبير جدا دور قوي جدا في تحريك معاني التضامن لأن هذا معاني التضامن اللي نحن نعيش به هذا موجود هذا كين بعد ابتداء كين في الفطرة البشرية تتكلم عن الغريزة كين في الفطرة البشرية وكين مع حقيقة هذا الدين بمجرد ما تدخل في المسلك الإسلام تقول عندك شي حاجة سميت أن خوك المسلم اللي كان في التايلاند أقرب إليك من خوك ربما لولدات والوالدة ديالك من نفس الكرش لكنه لا ينتمي لعقيدة الإسلام هذا الحقيقة للأخوة الإيمانية في بعض الأحيان تحتاج لأشياء لكي تحركها من بالأمور لفيقاتها هو أنه الزلزال ضرب في هذه المناطق فتحركنا مع دوك الناس لأن تحركنا يعني في تحركنا تململنا تحنا تزعزعنا شي مع دوك الناس مشفنا الحيوطة مشاو جاو كي اللي فينا مثلا كان حدا شي باني وتلم باللي الباني وتدفق في الماء كل واحد وش كي يقول لك لك لنا قالسين وصحبنا شير موك ديز شو قال ايه كنا في الوحيد ما مش كل نهار كي طرح ينزل زال احنا ماشي اليابان ولا طايلاند ولا ماشي كل نهار كي طرح ان نحنا زلزال فكل شي قال لك رو دي الحيط مش او جاو لما عند قرق بو قل لك من كذا فعموم الرقعة ديال الوطن هذا حسات بهذيك المسألة من بعد بدأ يجي الاخبار من بعد يجي الصور ساعتين ثلاثة ربعة ما صبحنا الصباح حتى لقينا واحد الرقم ديال ميتين وستين واحد اللي توفات فبدأ نقول احنا اللي ماشي ترجع ومطر اللي نوال وتخلع نا اذا كدير الاحوال ديال هدوك الناس فبدأ اشياء من تم بغادي ديال الموس اللي عنده الحدين تيقاد شي حاجة وتيقطع من الفوق تيقاد شي حاجة وتيخسر من الفوق من بالأمور اللي تقدت هي قضية ديال ان الناس تحركوا من جميع جهات المملكة وكيف كان انتم ما كان تعرفوا لا يخفى عليكم ان المسائل اللي السلبية رها معدية تفا معدية عري الله بدك يبانو اللولين ما بغي لاش نقول شي اسمية ولا شي حركة حيث نادم عود تانية تفا هذي غادي يخدم ها في التفا الساد يس العمري يقصف هذا الرد المفحم على من لم يقرأ صحيح مسلم وغال اللول فامس ين بفضل هذا رد ديال دلال الصغار فبدو يبانو شي شوية حاجة نقدر ندير إلا أن أن أطلق العنان لشعل التفاهة لأنا أصلا تافي يعني أنا وكوك ما نتكلف هاش فبدو التافي هين يطلعوا وبدأت المسألة كتعادي بل حتى الناس لوحد لوقيتك أنك نشوف فيهم وجه الخير فيما يتعلق بقضية الواعي وقضية العلوم وقضية صار يطلقون العنان لتفاهات غريبة وعجيبة سرت تستغربها من مثل هؤلاء إذن كيف قلنا السلبي يعدي كذلك الإيجابي يعدي لي يرجعش شوية يتبع الحركة مثلا العمل التطوعي المؤسس على شكل جمعيات واللي عنده خلفية إسلامية هادر تقريبا البلاد الوسيط امتكنوا امتكنوا لنصا وحد كالعبو في واحد 2008 2007 2008 دعوا دره كي شباب يحملون هم إخوانهم المشردين الذين يبيتون في الشوارع لصندوميسي الفيكس الاسديف ناس اللي كي يباتوا في الزنقة فكيدروا حاملات في الليل في اللول من اللي بدأوا كيدروا كان عندهم ذاك المشكل ديال كيجيو نزل الأمش كنتوا ما كتتحرقوا كتجيو وش كنديروا فقال لك ودى باش نفوتوا هاد القاضية هادي نديروا مؤسسة فدرت مؤسسة يعني جمعية عند الوراق ديالها ومالك يبوا يخرجوك يكون عندهم الترخيص إلى آخره فأقول لان الناس ديال الأمن معاودي توجسوا منهم ولا يخافوا منهم مش كديروا انتم مش كديروا بالله وما كيساعدهم كيقول لهم انتم مرة كتجيو كتوقفوا مع النا جزاكم الله وخيرا فأقول لهم يمشيوا معاوهم في الليل تيحميهم وكل شي فبدأت هاد الحركة لكن هاد الحركة صادفة صادفة انه عباد الله بدأوا واحد الحاجة اسميتها موقع مواقع التواصل الجماعي اللي هو الفيسبوك القدام فيقع درد 2008 2009 2010 فبدأوا الناس كي يديروا ذاك المسال وتحطوا الصور نحن لا نطعان في نية أحد تفهمنا لا نطعان في نية أحد ولا يزيد أحد على أحد نحن نوصفو المسألة بشكل موضوعي فبدأت هذيك النقاط بدأت هذيك الصور بدأت تتحط بدأوا الناس كيتفاعلوا مع هذيك الحديث بشكل إيجابي أنتا كتشوف ناس جاءوا مثلا نعطيكم مثلا نزملنا الضربضة كانوا شباب من الضربضة وكانوا شباب كي يجيوا من الرباط وصلها وتيتجمعوا هنا بتداء تقريبا من هذيك الحداش ومس اثناش ديال الليل وكيبقوا يتسروا وعلى دوك لصنظوميس الفيكس اعطوهم شي شوية اعطوهم مانطا يعطوهم الليقات اعطوهم تقشرات شوية ديال الحليب ذك شي اللي قدروه ما يتسر لهم أنهم يجمعوا فالناس كيقول لك ودي هذي الناس جاي نظار بين الطريق من الرباط وصلة ولا من أحياء أخرى باش يعاونوا هذي السيد لأنا يوميا تندوز من حدا رسلها في الدرب عندنا ذك سيد كيبات في الزنقاء وما عمرني ما عمرنا ما عمرنا حت لي في بالي أنني ندير في هذ شي شوية الخير اللي ما غي يخون لي بزا ما عمرنا على الليقات على تقاشر على يطروا ديال الحليب على الخبزة مش حالة تقامد القادية ديال في المدى كله قاعد 300 دنم ما يجيبش لي تعوي تاني مازافي ديال او لاباير ديال 800 دنم ما عمرنا المهم السيد يسخون شي شوية قاعد يبش حالك اطلاق على 300 دنم فكيقول لك او دينا عندي الإمكانية نعطيك تان فبدو تيتحركوا إخوة أخرين في مؤسسات واحدة أخرى وبدأ هذ العمل التطوعي المؤسس الممنهج واللي عنده واحد الخلفية ديالناس كيقول لك او دي احنا ما بغينا ندخلوا به انتخابات ما بغينا نجيبوا به الأصوات ما بغينا نربحوا به فلوس احنا نريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة وبدأت هذ الحركة هذي كالتعاون ومن بعد دوكي بانوا مؤسسات أسماؤها الآن صارت لامعة في سماء المغرب فيما يتعلق بالعمل التطوعي بل حتى على المستوى الدولي وكان منطلقها من هنا من المغرب هذ الحركة ديال العدوى الإيجابية ذكرتها لكم باش نبي يقول لكم أن من اللي بدو تيبانوا الناس ناضو تيتحركوا من أجل مساندة إخوانهم حركهم بعدها في اللول الوازع ديال ديالإحساس بالآخر دياللي كان في الإنسان ثم بدأوا الناس كيقلبوا كيقول لك وكتسمع في كلام عمد الله حنا إن شاء الله وتعالى غدين تحركوا بإذن الله غنديروا كذا وكذا الحمد لله سيد ربي وفقنا حنا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يدر فبدأت كيبال لك في كلام الناس أن الذي يحركهم هو الأخوة الإيمانية القائمة على دين الإسلام من اللي بدأت هذه الحركة كتعادي عاداتي شوية أكثر من لقيته لأنك يقول نبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك محل الشاهد عندي هو الجزء الأول من الحديد قال في نبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة الشرة هي من الشرة من النهم الشهية أي عمل فكتبدا في اللول كتبدا في واحد الشهية قوية وتفكروا في شهر تسعود من اللي الله دخلتو اللي كورلولين قد دخول كتكتب ستيلوات خدار كتب هاك ستيلو خدار حمار وكتزوه قد قاد إلى خريف ده ما بدينا كنغرقه شي شوية في شهر عشرة غاد بتلقى بللي بقى وجوه ستيلوات غالبا 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 لعب في الزرق والحمر وغا يبقى واحد لو قيته في أحسن الأحوال غالبا تلقى شوية بالزراق على شوية بالكحال تقال لي ستيلو فلان وش عندك شي حاجة خليتنا دير فوتو كوبي صور لي دفتارك لكل عملين شرة ضروري كتكون ذاك الشهية كتفتح في اللول وقال عليه الصلاة والسلام ولكل شرة فترة الفترة من الفتور أن هذه الشهية اللي كتفتح ضروري يصيبها شيئا من الفتور في واحد لقيتها ذاك العافية اللي كتكون سخونة شعلة في اللول كتبدأ تنقص بروغريسي بشوية 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 هو النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة قال لك غير ما تطفاش غير بقى الحد لأدنى فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى بمعنى أن الإنسان إلف طاعة حس براسه غديم زيان كيبدأ مثلا فرمضان من بعد رمضان كيبدأ الفتور بشوية بشوية كيقول لك غير ذاك الفتور ما يخليكش تهبط للحد ديال أن تترك واجبا أو أن ترتكب محرما أما أنت اجتهد مثلا في النوافل وفي طاعة مثلا التطوعية إلى آخرية كيقول لك هذا دا بيجي بشوية بشوية كيف جاء في اللول هبطيه غادي عادي يطلع لكن اللي هبطة ما تكونش هبطة قاتلة ما تتخلفش عن الواجب وما تطيحش في ارتكاب المحرمات هدي يقول لك من كانت فتراته إلى سنتي فقد اهتدى ففي اللول كانت عنا هديك الشراء لكن هديك الشراء خاصة نصوله ريوسنا شي شوية وش كلنا نظنوا بغينا نعاون دوك الناس على قبل دوك الناس ولكن شي حاجة فيها الدين والإسلام وش بغينا نعاون دوك الناس لله أولا بغينا نعاون دوك الناس ان بوانتي واحد صورة باللي راح ناك نتم لكن قلت لك أنا لا أتهم أحدا أنا لا أتهم أحدا ولا أزيد على أحد ولا أعطي الحق لأحدين في أن يزيد على أحد عموم الناس مشاء وتمى رعب الله مشاء وتمى مشاء تدافع ديالها إن شاء الله وتعالى دافع حسن ونية طيبة لكن النية كيف معروف العلمة يقول لك أن النية الحسنة أو النية الصالحة رأى لا تكفي لإصلاح العمل الفاسد إلى كالعمل في ذاته فاسد وخدك النية صالحة النية لا تكفي لإصلاح العمل الفاسد كما أن العمل الصالح لا يكفي لكي يقبل إذا كانت النية فيه فاسدة إحنا النية ما يكون لكي يطالع على النيات الله عز وجل إذا أنت وحد فينا ما عنده الحق يحكم ليش واحد في نيته لا رأى مشاء وغير على قبل باشي تصوروا لا رأى مشاء وغير على قبل باشي يديروا ما عندناش الحق نتهموا شي واحد نحن نطرح المواضيع بالشكل الذي يدفع الناس لأن يطرحوا السؤال على أنفسهم وكل واحد قد درسوا أما نقل سندم تصلطوا على عباد الله هذا راح غير حتانايا طريقة دياله باش كانت يعطي المساعدات ما عجبتني ربما أنا كبرت في واحد البيت للمنسوب ديال اللي عفة فيه طالع النفس كيف تنقول إحنا الهدم مثلا ما يبغيش يحس باللي موجاته غطاته مثلا بالمانطا يحس برسه في حل حرجه وما يبغيش هذه المسألات كيف يدخل المنسوب وكيف يدخل إلى الويد طيب يا شي حاجة والله يتاعيان ويقول احفق ذاك المانطا الله يرحم لك الوالدين الوالد يكذيرها بكل أريحية وما طرح لها مشكل وعندهم فضار المسألة كانت بشكل هذا ما كان مشكل راه الخلفية اللي كنكبرو بها هي اللي خلاتنا أن كل واحد يشوف شي حويش واحد ما عجبته طريقة باش فلان أو لفلان تتصدق على ذوك الناس فصار يتهم وقول لي انت لا انت طلعت بغيت التصور بغيت البوستيرات وبغيت كذا وبغيت كذا وهذا صعيب علاش لأن شنو اللي وقع لي من بعد اللي فبدأوا الناس يتعاونوا نرجعوا للمقطة اللي كنت فيها بدأوا الناس يتعاونوا مع بعضيتهم وبدأوا الناس جرهم هدك الشوق الحب الإحساس بالآخر جرهم أنهم بغوا كلهم يمشيوا يعاونوا ذاك الإحساس الفرق ما بين انك تقول ليه هكا ادي معك هذي الفلان هذي 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 قمز هكا أخو هذي الله يكبر يقول لي ما تفرق ما بين يقول لك ادي معك هذي مثلا اللي فلان رأى الناس محتاجين الماء وما بين انه قل لك شغل دير ارى ارى انا غدي امشي انا ويا كون الدي احنا انا ارى ارى اتقرع 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 يالله يمشي الدي والإحساس دي الان والشباب هذي اللي يتحرك في العمل الجمعوي والتطوعي من اللي يوفق الله وتوصل الامانة ديالشي ناس توصل على الناس محتاجين هذي الفرحة اللي يشوف ها ترسمات على وجه دك السيد اللي محتاج اقسموا لكم بالله ما عندها تامان فلعل هذا الدافع هو الذي حرك اكبر عدد من الناس حرك عدد كمير دي العباد الله احتكين واحد الناس ما عمروا ما عرفو ديك البلاسة اصلا واشكين في الخارطة ديال المغري وتام اللي كمشي دوز العطلة خاصو شي بلاسة اللي كتوصل لها الرويد فوق القودرون وعندو باركينج والباركينج في العساس باش يحضر موبيلته وخاصو يلقى شي حاجة مثلا راه مريزيرفي في البوكينج وغادي يطلع وخاصو تدخل البيست ومليك تضرب البيست ساعة ونص ما بين الحفاري ومليك شكرا في اللور كانوا بان لكم شو شي طو موبيلات كانت تقول درغ يكرف موبيلته ما عندوش تصور على ذيك البلاسة ما عمرو وممشالها في الرندوني ما عمرو وممشالها في الرندوني كان عندو شي سيركويات وممشي هو ضرب أصلا الباطارية لابس 1800 دلم شرها من ديكاتلون وشري ديك الحديدات دي الحقار كاندير الرندوني كاندير الرندوني تلفشوش الله يتقبل مزيان لكن ربما عندك ش تصور على فين عايشين الناس يوميا فمشاوا الناس بدون ذلك التصور ووقعوا اختلالات ووقعوا اشكالات كاللي طالعت ما على اعتبار انه ايش كي يقول المغاربة حجوا زيارة طالعين قضوا غراضون وسطوا المساعدة اللي وصوا نقشبوشي شوياتهم كيولوكو نطلعوه نضربو الطاجين ديال المعزي اوه المعزي ارى المعز تردم عليه الحي طبديك ديكاتينا معزي هو التصور دياله ووقع نقول لك ارى عدد ديالناس مشوا وتمارا رجعوهم صدومين هوكي يصحب الزلزال ربحل لك الشي اللي يتحرك عنده هو الزلزال في كازا ولا في الرباط ما كانش كيتخيل ارى زلزال هو شي حاجة عينيا غادي تمستهبيدك كانت نار وبعزات عائلة وفضات معا كل شي ما كانش عندوها التصور الناس مشات ما عادة بششفت عادة بش عرفات لكن وقعو وقعو اختلالات منبيل الاختلالات هو الافراط في الحماس لإيصال لمساعدات مثلا لو افترضنا هذا الخير اللي قال في الأوديتوريوم نظنا كلنا بغينا نخرجو من دوك جوجبيبين دقا وحدا ما غيوقع غا نوحلو لي غيخرج لي غيخرج يخرج قام يجتو ضير الاججي لي حيتو مش نتفعل فوق هاد شي لما تخنقش بنادم ولا معفط لعباد الله ولا ما قتلناش الناس في حين انه لقنا شباب وصل التوقيت هو هذا نخرجو إن شاء الله والشباب يدوزو من هنا البنات يمشون من اللي هي دقا دقا وانتا كديرا 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 احنا خارجين خارجين مشوا بشوية بشوية ستخرج بواحد الشكل اللي هو واعي وكل شي غيخرج في توقيت أقل اللي وقع ديك الساعة ديك المساعدات هاد شي اللي يطرأ كل شي بغي يحس براسورة عنده واحد نوع سبق أنه كان من اللولين طبعا كي قلنا على اعتبار نحتاسب أن النية كانت طيبة كل شي بغي يكون ذاك الإحساس أنه كان عنده واحد نوع ديال السبق أنه اللول يمشى صفح عباد الله وإعتق دار إلى آخري فولينا كون نبغي نمشو نحن اللولين فوقع ازدحامات أشنو وقع وقع هو أنه الطريق تسدات بالناس اللي غادين بالخير هالنية الصالحة لكن الامبيونانس اللي بغا تدخل طلعت إما باش تهبط الناس اللي مضرورين اللي محتاجين أولوية رقم واحد أنهم يتعتقوا واحد لتحت ما لقياش فين طلع ومن اللي بالزز ساعة وساعة ونص المقان بسرحوا لها الطريق من اللي طلعت ما لقات شعو تاني فين تابل ولينا كيكي يقولو المتلاك يقول لك باللرج تعرفوا الأقلاق لا سيقون يقول لك باللرج من اللي بغي بوسو ولدو عما النية حسنة وبغي بوسو ولدو لكي ربي كعليب عيط الحنك ديال باللرج قداش راسغي ورا العين لقمقوم دار لها ضرب فقزلي عين هي هذي اللي درنا احنا ثم القادية بدأت هي شوية تطول وداز النهار الأول وداز النهار الثاني وداز النهار الثالث وعباد الله بدوكي وهذا بين قوسين أسهم فيه حتى الإعلام الرسمي أحسبوا أنه ربما غير أخطاء 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 التسديد فيما يتعلق بالتعبير لهاشطاق اللي دان اللي حركون شوية الإعلام الرسمي هو أنك يقولون زلزال زيد نمس الحوز الله يفتح لك في حين أن المناطق اللي الضرات ربعا دي المناطق كبيرة كلا المنطقة تارودانت منطقة الشيشاوة المنطقة دي الورزازات والمنطقة دي الحوز وهذه مناطق مختلفة ما لين الناس تسمع زلزال الحوز سيهز لمساعدات فين يمشي الحوز نسبة ديرة ما في القضية كين ضرر فولا عندنا واحد زخم وازدحان في واحد المنطقة ولات عندنا قلة دي الموارد في منطقة أخرى فالناس اللي عندهم القلة دي الموارد كيتشكاو كيقولك ودير احنا را ما وصلنا والو لبالله يسلي عندهم الزخم عباد الله كدقول لك والله يزيكم بخير سنتقو سيف طوال را عباد الله عندهم دكشي بالشيط را ناس كتاكل غير شوية وكتلوح وراء القيناة الحوز ملي وحين في الزنق وناص را ما باغين شو بنائدم كي يبدر وبنائدم يقول لك ما عندنا شو وراء عنده وقع وحد الخلل وحد تضارب وأسهم في هذا الأمر ذيك الروينة دي المواقع التواصل الاجتماعي غير ما أعطيكم فكرة كيف احنا نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كان عندي واحد المرة وحد البت مباشر بت مباشر يعني كدوي دابك يسمعك بنادم داب فأول حاجة هذه منهاجية دي لدينا في البت المباشر وأن أول حاجة كنت دي لها أسأل وش الصوت مسموع بمجرد ما تجيلي الكونفيرماسيون رأي الصوت مسموع مباشرة نطير للي كومانطير كل لحم الججال أخرى لأنا عندي موضوع بغيت ندوي فيه بلا ما تقول لي أنت دوي لي على مي كالطيب لنا بالحلبة الزيدة وما بغيت ندخل في العقوق بلنقول لهم أسئلة غريبة وعجيبة تال بعد نقول لي وحد مسوول السعيصام هذه غير في الطريق وحد مسوول السعيصام قال لي الله يزيك بخير أعطي لي العنوان ولا الرقم للهاتف للأستاذ ياسين قال لي السعيصام قال لي ما نقدر نعطي للعنوان ولا الرقم للهاتف لديك مسائل خاصة ما لا نعطي لأي واحد شكو نتاش بغيتي قال لي إذا بغيتي شي مسائل اللي فتوار أستاذ ياسين تعرفوا المهاج ذي لم تفتيش كين عدد العلماء اللي كان عرفوهم في هذه البلاد أهل خير وفضل أعطي الرقم دي له قال لي ودي الله غير سقط الأخبار قال لي راه هو وقال لي ممكن ما بقى في دار اللي كان ساكن فيها بغي أنا جيك باقي باقي الإحباط يسبب اللي بغيت نسوله على مول الدار اللي كان كاري عنده واش يقدر يعطيني رقم دلي هاتف دي له باش نسوله على الدار واش بقى لك لانت بقى مت كراش مشين كريا من عنده أنا وسير فهم انتهى القادية هذه عند عمض الله شوف راش يحويش غريبين كندفع كومنطير كنحيدهم من الجنب وكندخول في الموضوع نيالي تخيل دازت عشريان لقيت واحد نوتيفيكاسيون دخل طليت لقيت واحد كاتب من بعد عشريان سمعني مزيان كاتب نعم الصوت مسموع هذا راه دخل وبنت لي هنا وخدمها سمعني كنقول الصوت مسموع وكتب لي مسكين آه الصوت راه مسموع وابو الحاج قرأ لا ذات راضي زعل عشريان تخيل هذا في بث ومثل هذا كثير راه ماشي واحد ماشي جوج ماشي عشرة راه هكذا غير يقول واحد على جبتي نقول لكم كيف نحن تعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في هذه النازلة هذه الزلزان الناس ربما تكلمت على أمور في واحد الظرفية معين في واحد توقيت معين عباد الله كنت بقد تداول مثلا هذا الفيديو وحد خمس يام وليست يام وليست يام من بعد خمس يام وليست يام طريقة اللي كانت محموسة في لازون رات حلات فانت بل ما تبقى تنشر واحد المسآلة اللي صاففات عليها الفوت هذا الوعي بطريقة التعامل لأن مع مواقع التواصل الاجتماعي قلتها قلت الوعي هي اللي خلتنا أننا وقعنا في هذك المشاكل كلها اللي طرات في هذك الوقيت دبها هيا السخون يا فاتت امتى ضرب الزلزال 8 سبتمبر ياك اليوم شحل في الشهر اليوم 12 أكتوبر يعني داز على واقعة الزلزال داز على شهر واربع أيام طيب شحاب نوحد دبها نجمعوه ورغدين نمشيو وكذا كل واحد دخل سقراسه وشد الصف وطيح السينيار ودخل دار وشهدوك الناس ذاك الشوية اللي اعطيناه غادي يستنسخوه أرى ما شي خميرة بالليا اللي غد بالتقادة أتعود تزيد على شي شوية دي الموت دقيق وتعود تربيها بيش عاود تولد لك عاود ثاني خميرة بالليا وحدخم أرى دك شي اللي تعتار صافر غالبا غالبا يكون في الضوسة فالك إن داب شي عملية دي الجمع التبرعات والمساعدة بشكل واعي وجدي وما نقول صادق حتى لا نتهم أحدا سبقنا في نيته لكن على الأقل لك إن شي تبرعات بشكل واعي بشكل جدي بشكل ممنهج لعل الوقت قد هذا هو اللي داب سندو نفكره فيه كيفاش ممكن أننا نشوف الناس اللي عندهم تجريبة والصابقين لهادك العمل التطوع في هذك المناطق هما اللي ممكن أنه يكون معاهم الآن تواصل بشكل فعال باش نقدرون نعرف شنه الحاجيات اللي كين بحسب المناطق وديك ساعد نوزع مثلا تخيل معي لو المغرب مثلا قصمناه لبعادي اللي زون كبار أنتم مهندسين قصنا ربعادي اللي زون كبار كل اللي زون تكلفت لنا بوحد المنطقة اللي وقع فيها مشكل اللي مثلا النم 1 قد قل أنت ما تصيفطي للورزازات للشيشة واللتارودانت أنت خدمتك الحوز اللي الثانية من مدينة كادل 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 أنتم الله يزيكم بخير إلا جمعيات اللي تتحرك غنكون نفكينا علينا مشكل قدو قداش غنكون نفكينا منه وسط منه غنكون نفكينا المشكل للتواصل المشكل اللي كان وقع غنفكوه وهو ما من اللي غيكون عندك واحد العدد قليل للجمعيات كين ينتم كين نسق فيما بينهم غيكون عندهم تنسيق مع السلطة مريد ما هاد العملية هاد بينات المعدن الحمدلله الاصيل ديال ديال المغاربة اللي ليس بغريب عنهم لكن بينات واحد الاشكال الخر اللي كان عانيه منه وهذا دائما ننادي بالتنبوه له وهو قصر النفس ما عنا شطول النفس الحاجات نحن نخدموه مزيان لكن نخدموه سيزوني ما نخدموش على طول على طول الخط كان نخدموه محد القادية بقى سخونة في اليريزوسوسيو بردات في اليريزوسوسيو تتبرد عنات احنا بقى سخونة في اليريزوسوسيو غنسخنوه احنا وردو البال ربعا المرات بقصد او بغير قصد كيجي واحد للحدث يصرف الناس على صلب على صلب الموضوع كيكون حدث ماشي ثانوي كيكون حدث هامي شي قائم عنده اتش علاقة وكيصرف الناس على انهم على ذاك شي اللي خصو يدال كتلقى مثلا موضوع يثار والناس تتناقش فيه وكذا وكتبغي تأخذ اجراءات فاذا بشي واحد يجيب واحد القاضية من الجنب وتيطرحها الناس كيطرح كيخلي ذاك شي كله وتيتكب وكله مع ذاك القاضية الثانوية وكيقل سبدا وانا اقش فها من اللي يسال منها وتيكتشف مع ريوس هم كيف يقوم من القلب وكيكتشف بذاك القاضية الثانوية ولا تستحقت الجهد هذا كامل تكون قد استنزفوا جهدهم في مسألة ثانوية فالرجوع لمسألة الأصلية ما كيبقوش لقي اللي الجهد غاد ادار واحد المسيرة على ما يبدو شي اللي شفت في مواقع التواصل ربما ادار شي مسيرة مساندة لإخواننا في غزة ودكش ادار نهار الحد في الربار مع العشرات الصباح ينطلقوا من باب الحد مزيان أنا المزيان اللي يفغي يمشي توكل على الله يقضي غراد على الأقل جهد المقل ما كان اللي تستحق لكن الخوف ديالي أنا ما هو الخوف ديالي هو أن أنا من انسى للمسيرة ديال النهار الحد مع ذك الـ 12 12 وحد وتكون ضربت فيها الشميشة مزيان الاخير وزنت وندخول الدار وندوش ونبدل حوي جاتي ونقلس قرر الله عدد من حج كون عدرت نشي بريريد ديالتين نعنى عدد بي المجاج عدد دماغي غايت طردك وغاد أتصوب لك هذاك البريريد نعام سيدين مش حرك ما ينباغي ودقلس وغاد بي المجاج وتغدى وتجبد على بلاسيس وقد شخرت في قتل الخمسة إياك أن يتصرب إلى ذهنك أنك قد أديت الذي عليك هالإشكال عندي هنا فيك غامشي وغاد نخرجو وغاد نطردقو وارك أما المشكل للتصاور هذا ما بديت فيه ما سنساليش ما سنساليش ابتداء من اللي قال سين هنا من اللي قال سين هنا وغاد نتوسع وما سنساليش الله ما بلاش من هذا ما سنبدأ يتصور وبدأ يحط كيف حولنا العملية للتضامن للنفس الزلزال حولناها البيكنيك والتصاور وبسطيرات وسطوريات سنحول المسيرة التضامنية للتصاور وبسطيرات وسطوريات أنت خارج لكي تسمع العالم صوتك منددا بمجزرة تقع لإخوانك في مكان معين من العالم هل يستقيم هذا مع التقاط صور وأدراس لا تظهر من كثرة الضحك تخيل مش تتعزيش واحد صاحبك في قنازة مثلي ابوة مثلي مو مثلي خو مش تتعزي أنت وثلاثة أصحابك مشيتوا عندهم دخلتوا الباركة فروسكم كده إلى آخر شو داز قسمين دي المقانة كتسمع ديك تفرشيخ دي الضحك وازنتم تتصاور وتتضرب السيلفيات كتقول نقول لك هذا شيء أستبقه مشي حتنا أعلم الغيب استغفر الله لكن القرائن دي السنوات ودي العقود اللي عشنا مع عباد الله ونرى أن الأمور الهامشية تأخذ وتستنزف الجهد الذي يجب أن يصب في الأمور الحقيقية وعلى طول الأمد غادة جيها المسألة وغيديروا الناس مسير الشي يديروا الناس قاع مسير ويقعوا سخان وغير نقول مشي لك ثنين خال لي ثنين ثنين غير نبشي القرائن ويقعوا لك أجي الحد اللي من بعد وهوجي هوجك إلا خرج نفس العدد ولقالوا اليوم الحد الثالث هوجي هوجك إلا خرج نفس العدد لأن هذا هو الذي أخشاه أننا نساوي ريوصنا في المسائيل اللي هي خصة تكون هي الأصل علاش سببه هذا أن طول النفس ما عندناش علاش ما عندناش طول النفس موضوع يطول وشرحه داخل فيه تربية دينا داخل فيه نظام تعليمي داخل فيه كطرة الاستهلاك دينا الهاتف داخل فيه كطرة الاستهلاك المقاطع الفيديو القصيرة جدا الريلز وستوريز هذو داخلين بشكل قوي جدا دابا ولات عندي واحد ضايرة مع مرة ما كانت عندي مثلا في القسم أنه تيجي عندي مثلا طالب من بعد ساعة دي الكور ولكور عندنا فيه متنمى بين ساعتين اللارو بساعتين كيجي عندي طالب من بعد ساعة كيولي يستاذي لا اعذرني نستأذن منك قادي نخرج عيت هذي مع مرة ما كانت عندي طالب تيدخول كيدوز معاك الكور تيسالي تيخرج داباولا الطالب على ساعة لما كانت تيقولك عيت اسمه هذا مستطع ما كانت دائم الصباح جوج دي الكور وفي العشية كور ودخل عندك مثلا من الكور دي الربع للساعة رامش البروغرام دي الحسنية هذه دائم صباح ما كانش عندهم الكور والعشية كانوا عندهم وجوج دي الكور متابعين واحد من جوج الربع ويأتي عندك مع الخمسة يقول عيد علما أن وراء قرأ في اللول واحد ساعة ونصل وقال لك عيت ومثل هذا صار الآن بدأ يتكاثر حيث لماذا يقول لك عيت كتشوفها في وجوه طول النفس ولا طارح لنا إشكال وهذا من الأمور اللي تم خضع عنها هذه القضية الحملة التضامنية ديالزلزل اللي يضرب في المغرب ثم كي قلت لكم المسألة إلى وهذا من الأمور لعلي إن شاء الله ختم بالنقطة بشي لا خليه واحد شي شوية ديال الوقت وحد ربع ساعة ولا تولو تساعة لا بغوا لإخوي يناقشوا 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 إن شاء الله وتعالى الموضوع قال قد يشي شوية تفاعلين الحاجة اللي كتحرك مواقع تواصل الاجتماعي عنناه ياللي كان أمنوا باكينا مثال ده باكين عندنا مشكل في غزة ياك في نفس التوقيت ربع عندنا واحد مشكل اللي بيجيين مجر جرينه من 2011 اللي هو سوريا صاحبك في سوريا ربقي ما حبش من الضرب إلى يومنا هذا رأى إدليب رأى قال يدكوها دكا ووسط هات الجوج ديال الضربات رأى عندك أخوتك في أفغانستان اللي تاهم مسلمين بين قوسين مش عرب ولي كن رأى هم مسلمين رأى ضربهم زلزان بعد آخر ما ما طالعت عليها هنا دي تقريبوا حتى ثلث يام ولا أربع يام كانوا فاتوا لبار ديال 2001 معرفش دابا فين وصلوا ومن اللي كتشوف دوك المباني ديالهم رأى تقريبا نفس الأرشي اللي عندك هنا الناس خدامين غير بالطين والتبن وكذا إلى آخر بحال شكل نفس المسائل اللي تضربات عندك هنا شحمل واحد هناك تعرفوه تفاعلة مع زلزال أفغانستان ولو بدعاء في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هدوكو ماشي مسلمين اللي هدوكو مسلمين اللي في سوريا ماشي مسلمين مسلمين الهد اللي انسيناهم احنا في الزلزال مبقوش مسلمين كانوا مسلمين غير في اللول كانت القادية مسخونة مبقوش دبن مسلمين باقية مسلمين هدو ملأ السيلة اللي يخصان طرحوا على اليوصر فين كيلي إشكال علش ما عندناش طول نفس علش كنحسو بشي وشي لا هذا ان شاء الله تعالى ربما من لك تفتح باب المناقشة لعلنا نتحدث عن لأن القادية يطول وشي طرحوها ماش نديرو السباب باش نعود نرجو عندكم معاو تاني فبارك الله فيكم وزاكم الله خيرا كما ذكرت ليست محاضرة قائمة بذاتها بعناصرها إنما هي نوع دردشة نوع عود على الحدث باش نشوفوه وحد الذهن ليش شوية مرتاح وبرد وما فيش بزاف ديال المشاكيل وكذا النقاط فيها ربما قد تكون كثيرة لكن منها ما تطرقنا له في تسجيلات سابقة ومنها ما تذكرناه إن شاء الله وتعالى فيما بيننا لعله وعسى يكون يعني مقدمة لما يمكنكم أن تتذكروه فيما بينكم سوى من خلال المجموعات ولا أنتم مع بعضياتكم حيث هذه الأمور لخصتكم كتأخذ لنحيز من الوقت أن نقشها أما آخر سبرديلا خرج بها ذلك اللعاب من اللي تحول من هذا الفرق إلى هذا الفرق يصعب علي أن أصدق أن شبابا في مستواكم وفي مكانتكم يناقش مثل هذا أو لآخر نوعية سبا غدرتها فلا نلشعرها أن يكون هذا هو موضع النقاش بين شابات في مستواكم ومكانتكم يصعب علي أن أصدق أن مثل هذا هو الذي يملأ المجالس فبارك الله فيكم ومجزاكم الله خيرا سبحانك الله ومحمدك إن شاء الله إلى أن تنسى فرقونا أتبو إليك وصال الله على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه والحمد لله شكرا